لكن الحقيقة الاستثمار في البنية التحتية ليست بدعة وليست يعني وليدة صدفة وكل المؤسسات الدولية وكل الدول التي تقدمت عبر التاريخ ونشوف يعني مهاتير في ماليزيا بيكلم على أن التنمية البشرية تحتاج إلى بنية تحتية وبنية تحتية قوية حتى تكون الأساس لأي تنمية بشرية أيضاً بنكي مون لمين العام السابق لأم التحدى وبيتكلم على أهمية البنية التحتية في تشكيل اقتصاديات العالم لكن يعني هذه البنية التحتية تحتاج أو المحللين الأكاديميين اشتغلوا على فكرة تحليل الدول التي تقدمت عبر التاريخ من خلال الصورات الصناعية علشان تشوف إزاي قدرت أنها تتقدم وحطوا التقدم للاقتصادي في الدول مبني على خمس مراحل وسموها على اسم العالم مراحل النمو عند روستو أو روستو إباليويشن للجروث وهو أتكلم على مجتمع تقليدي بداي بيعتمد على الزراعة وهو مجتمع هش لابد من العمل على زيادة موارده والحاجات ليه وده مرحلة في دول كتيرة ونحن نتكلم النهاردة موجودة في هذه المرحلة وهو المجتمع التقليدي ثم التهيئ للانطلاق باكتشاف التقنيات وانتشار العلوم والتكنولوجيا والدخول للأسوايا الخارجية وقيام نخبة مؤهلة بالأعمال والاستثمار وأيضاً ظهور طبقة من المفكرين وحصول تطور في الفكر والمعرفة ثم مرحلة الانطلاق وهي مرحلة قريبة أو يعني تعتبر نسبياً قصيرة بحكم الزمن عشرين لثلاثين سنة اللي بيحصل فيها النمو في الدخل الوطني ونحو الاقتصاد وأيضاً وجود قطاعات تتميز بالتركيز وتتميز بالمناخ السياسي والمؤسسي الملائم وأيضاً الانطلاق نحو الاستثمار المنتج اللي هو بيؤدي إلى زيادة في دخل الدولة لو رحنا للمرحلة الرابعة وهي السير نحو النطق وهي المرحلة اللي مصر بوجودة فيها تبقى أيضاً للتصنيفات الدولية أن يكون هناك استثمارات ضخمة هناك دولة فيها اهتمام بالإصلاح اجتماعي ازدهار في الاتجارة الخارجية والاكتمتع باقتصاد وظاهرة تحضر في المجتمع وهي المرحلة القبلة الاستهلاك الواسع ودول الخمس مراحل الحقيقة اللي بيكلم فيهم روستو على زي ممكن أي دولة تمر بخمس مراحل للتطوير حتى تصل إلى مرحلة النمو يمكن أنا يعني بحكم تخصص هتكلم على ما تم في خلال الصحة نتكلم على الأكثر من 10 تريليون يمكن نصيب وزارة الصحة كان تريليون منهم في مشاريع كبيرة جداً أهمها على الإطلاق هو التأمين الصحي الشامل بالإضافة إلى قرارات نفقة الدولة وقوام الانتظار والمبادرات الرئاسية وأيضاً كافة المشروعات المهمية في خلال الوزارة الهدف من الاستثمار في قطاع الصحة هو صميم الاهتمام بالتنمية البشرية لأن جزء كبير من التنمية البشرية مبني على فكرة العمر المديد والصحة الطويلة وأيضاً المجتمع الصحة والدليل أن هناك مؤشر في التنمية البشرية مبني على زيادة العمر في المجتمع أو قياس تقدم الأمم بمتوسط العمر من عند الولادة تأمين الصحي القديم أو الحالي قبل الجديد نتكلم على حوالي 240 مليار جنيه وعدد حضراتكم تقدروا تشوفوا حدد المنتفعين اللي وصل ل69 مليون منتفع وأيضاً التكلفة تعدت 51 مليار جنيه سنوياً لو كلمنا على المرحلة الحالية في تأمين الصحي الشامل سواء المرحلة الأولى 6 محافظات أو المرحلة الثانية في 5 محافظات بتكلفة حوالي 51 مليار للمرحلة الأولى وحوالي 120 مليار للمرحلة الثانية في محافظات الجديدة ده مشروع في خلال 2030 2032 يستطيع أن يعمر ويغطي كافة المواطنين على مستوى الجمهورية